بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الثاني للفصل الأول في الرياضيات لسنة الثالثة ثانوي رقم 6 أنصح بشبهة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي لأنها دالة رائعة قال الجزء الأول نعتبر دالة G المعرفة على R كما يلي الجيل X يساين 1 زائد 1 ناقص X في أسية X قال 1 أدرش تغيرات دالة G ثم شكل جدول تغيراتها ثانيا قال بيّن أن المعادلة GX يساين 0 تقبل حلاً وحيداً ألفا في المجال من 1 إلى 27 إلى 1.28 هنوم برهنة القيم التوسيطة ثالثا قال عين إشارة GX على R ثم أرسم منحناها البياني في معلم متعامد ومتجنس يعني من هو منحناه هذه الدالة G الجزء الثاني قال نعتبر الدالة G المعرفة دالة F المعرفة على R كما يلي F لX ساين X على أسية X زائد 1 زائد 2 على السطر قال نرمز بCF للمنحنة الممثلة الدالة F في معلم متعامد ومتجنس قال واحد عين نهاية الدالة F على أطراف مجال تعريفها وفسر نتائج هندسية ثانيا قال بيّن أن المستقيم D ذو المعادلة Y-X-2 يساوي 0 مستقيم مقارب للمنحنة CF ثم ثالثا قال أدرس وضعية CF بالنسبة إلى هذا المستقيم D رابعا قال بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي X فإن F فتح لX ساين جي لX على أسية X زائد 1 كل مربع خامسا قال بيّن أن F لألفا تساين ألفا زائد 1 سادسا قال شكل جدول تغييرات الدالة F سابعا قال بيّن أن المعادلة F لX-3 نصف تقبل حلا وحيدا بيطا في المجال من ناقص 3 إلى ناقص 2 ثامنا قال أنشئ المنحنة CF والمستقيمات المقاربة له تاسعا قال ناقش بيّنيا حسب قيم العدد الحقيقي أو الوسيط الحقيقي أم عدد وإشارة حلول المعادلة أم في أسية X ناقص X زائد أم يساوي 0 الجزء الثالث قال نعتبر الدالة H المعرفة على R B F لX سيكون القيمة المطلقة لF لX قال واحد شكل جدول تغييرات الدالة H ثانيا قال مثل في المعلم السابق C-H منحنى الممثل للدالة H هنا مع الشرح إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصلة إذن ننطلق أبنائي في الجزء الأول حيث قال الجزء الأول نعتبر الدالة G المعرفة على R كما يلي G لX سيكون 1 زائد 1 ناقص X في أسية X السؤال الأول قال أدرس تغييرات الدالة G إذن أول شيء ننطلق به الألوة هو النهايات ونكتب قال معرفة على ماذا؟ معرفة على R يعني DG لاحظوا تساوي لنا R وتساوي لنا من ناقص مال نهاية إلى الزائد مال نهاية هذا الأول نبدأ أولا بالنقص مال نهاية نقول ماذا؟ Limit لاحظوا Limit G ل X لما ال X يقول إلى الناقص مال نهاية تساوي هنا لو نأتي أبنائي ونعوذ تعويض مباشر نتابع هل يعني يحدث حالة دم تعيين أما لاحظوا هنا إذن نقول هكذا نقول هنا Limit X يقول إلى الناقص مال نهاية نترك هكذا الأقواس نترك هكذا الأقواس تساوي لو نعوذ عندنا نهايتان شهرتان قبل كل شيء أو عندها النهاية كليا هي عندها خمسة عندنا من بعض النهايات التي تقول Limit قلت Limit أسية X لما X يقول إلى زائد مال نهاية هذه نهاية شهيرة تعطيكم زائد مال نهاية و عندنا Limit أسية X لما X يقول إلى الناقص مال نهاية تساوي الصفر و عندنا ماذا؟ Limit لاحظوا Limit X قوى N في أسية X لما X يقول إلى ماذا؟ إلى الناقص مال نهاية قلنا تعطينا صفر هذه نهايات شهرة وعندنا كذلك نهاية أخرى اللي هي limit لاحظوا limit أسية X على X قوة 2 لما X حفل أنعد الطبيعي أكبر تمام من الصفر عند ماذا عند زائد مال نهاية تسألنا زائد مال نهاية وعندنا نهاية أخرى اللي هي limit أسية X ناقص 1 على X لما X يقول إلى الصفر بالعدد المشتق تعطي لكم 1 هذه هي نهايتها كلية عندها خمس نهايات مشهورة دل الأسية إذن هنا علينا أن نصل إلى أحد منهما إلا تحدث إن حدثت تعني علينا أن نصل إلى هذه إذن عندنا 1 وعندنا كذلك 2 وعندنا الثلاثة وعندنا الأربعة وعندنا الخمسة إذن عندها خمس نهايات مشهورة إذن هنا لحساب النهاية في هذه الحالة أبنائي ما علينا لو نعوذ تصبح ماذا تعالوا نعوذ يعني هل يحدث حالة تعين هنا تعطيكم 1 وهنا تعطينا 1 وهنا صفر وهنا مال نهاية المال نهاية في الصفر حالة عدم تعين الآن ما علينا أبنائي في هذه الحالة إلا أن نصل إلى حد هذه النهاية الخمسة ما رأيكم الآن لو نأتي ونقوم بعمل النشرة تصبح ماذا تصبح limit لاحظوا X يقول إلى الناقص مال نهاية ثم تصبح 1 ثم ننشر هذا في هذا زائد لاحظوا أسية X ناقص X في أسية X لاحظوا لم أفعل شيء أبنائي إنما نشرت هذا في هذا وهذا في هذا أما هذا الواحد ليس له الدخل في النشر لاحظوا جيدا هنا عندنا هذه عندنا نهاية كم سفر طبقا للنهاية رقم 2 لاحظوا وعندنا ناقص X أسية X طبقا للنهاية رقم 3 لاحظوا ها هي النهاية رقم 3 أبنائي هنا كما واضح تعطي لكم كم تعطي لكم سفر تبقى لنا ماذا تبقى لنا دائما هي الواحد إذن هنا النهاية ظهرت هي الواحد ماذا يمكن أن نقول تفسير بياني نقول Y إذن تفسير بياني أو تفسير هندسي نقول Y يساوي واحد مستقيم مقارب كيف هو أفوق لأن انطلقنا من المال نهاية ووجدنا عدد ثابت لهو إذن يصبح مستقيم مقارب أفوق هذا الآن مع النقص ما نأتي الآن إلى الزائد مال النهاية لحساب النهاية كذلك أبنائي إذن تذكروا حساب النهاية عند الزائد مال نأتي إلى هذه العبارة كذلك أبنائي هذه العبارة ونقوم بحساب نهايتها عند الزائد مال النهاية نقول هكذا نقول limit لاحظوا الـ X يقول إلى الزائد مال النهاية لهذه العبارة هنا بما أن عندنا جداء دلتين ماذا تقول القاعدة؟ تقول جداء دلتين يسوي جداء نهايتين إن لم يحدث حالة دم التعيين يعني هنا كم تعطي لنا؟ تعطي لنا أعوض هذه أسية المال نهاية نستعمل عليها ماذا نستعمل عليها القاعدة رقم واحد كم تعطينا المال نهاية إذن هذه تعطينا مال نهاية لاحظوا جيدا وهنا ماذا تعطي لنا؟ هنا تعطيكم زائد مال نهاية والناقص تصبح كأنما ناقص مال نهاية في زائد مال نهاية للرغم أن المال نهاية لا يتعوض عليها إلا أنه لتقريب المفهوم فقط تصبح ناقص مال نهاية في زائد مال نهاية تعطي لنا ماذا؟ ناقص مال نهاية بهذه البسطة فقط أما الواحد فلا يحدث لكم شيء لأن لا يحدث شيء مع المال نهاية لأن نقول ناقص مال نهاية ونضيف لها الواحد تصبح دائما ناقص مال نهاية وكرر ربما يقول أحدكم نهاية هذه كم عند النقص مال نهاية؟ زائد ما هي ناقص ملا نهاية وهذه زائد ما زائد ما في النقص ما تعطينا ناقص ملا نهاية إذن تذكروا أن النهايات وجدنا الواحد ووجدنا ناقص ملا نهاية هل وجد تفسير بياني لا يمكن أن نقول على وجد تفسير بياني ممكن يكون لنا فرع مكافئ الآن نتابع جيدا بعدما أكملنا مع النهايات واكتبوهم هذه النهايات واحفظوها لأنها نهايات شهيرة لأدل نعم الدل الأسية نأتي الآن إلى المشتقة بعدما أكملنا مع السؤال النهايات نأتي الآن ونكتب هنا المشتقة المشتقة نقصد بها جي فتحة لإكس معناه أبنائي معناه نكتب هذه تصبح نقوم باشتقاق هذه العبارة إذن هنا أبنائي لو نلاحظ جيدا أنه نجد أنه أكيد المشتقة الواحد كم يعطي لكم صفر زائد هنا أبنائي عليكم بالتركيز معي هنا يوجد لنا ماذا؟ جداء دلتين ها يلاحظوا جيدا حتى تفهموا أبنائي كيف نوضح ذلك هنا لو نلاحظ إلى هذه العبارة عبارة عن جداء دل هذه دلة إذا سميناها U لهي الدلة الحطية هذه أو دلة ألفية وعندنا دلة V لهي الدلة أسية لو نأتي إلى قانون لاحظوا قانون مشتقة جداء دلتين ماذا تقول قاعدة؟ مشتق الأولي لاحظوا مشتق يعني U سوف نكتبه بخط واضح مشتقل U في ماذا؟ في ال V ليس في مشتقل V في ال V زائد مشتقل V ماذا؟ في ال E في ال E كما تلاحظون يعني معناه تصبح ركزوا مشتقل أول لهذا ها هي ال E هو ناقص هنا نرمز إلى رمز المشتقه هكذا هو ماذا؟ هو الناقص واحد لماذا؟ لأن الواحد يذهب إلى الصفر ومشتقل ناقص X يا أبنائي هو يبقى العدد لهو الناقص واحد معناه تصبح مشتقل أول في ماذا قلنا في الثاني في أسية X هكذا في زائد مشتقل أسية هو نفسها الأسية لما تقول مشتقل أسية X يبقى دائما هو نفسها مشتقل أسية لكن في هذه الحالة لو جاءتنا أسية مثلا 2X لاحظوا أسية 2X ماذا تقول القاعدة؟ مشتقل ما هذا موجود في الأس اللي هو الاثناني في العبارة أعيد كتابتها في أسية 2X يعني مشتق هذه التي بالفوق في العبارة نفسها اللي هي أسية 2X لكن هنا جاءت أسية X تبقى أسية X في ماذا؟ في الأول اللي هو ماذا؟ هو واحد ناقص X هكذا ابنها تتعلم إلى جداء دلتين أنه يخرج بهذه القاعدة التي كنت أشرعها ثم ما علينا الآن إلا إكمال العمل تصبح تساوي إذن يعني هذه هي المشتقة الدلتين جي فتحة بأبسط طريقة هذه هي جي فتحة لX تساوي لأن الواحد قلنا ذهب هذا إلى السفر تصبح هنا ما رأيكم الآن أبنائي لو نستخرج الأسية كعمل مشترك نستخرجها من هنا ونستخرجها من هنا لأن الزائد يمكن استخراجها تصبح أسية X في ماذا؟ لو نستخرج هذه كم تبقى هنا؟ تبقى لكم ناقص واحد في هذا المكان تبقى ناقص واحد وهنا تبقى لنا زائد لاحظوا لأن عندنا هنا زائد لو كانت ناقص نكتب ناقص في ماذا؟ في واحد ناقص X لاحظوا أبنائي تصبح تساوي لنا ماذا؟ أسية X في نكمل نقطة بنقطة حتى لا تقلقوا ناقص واحد زائد ماذا؟ واحد ناقص X لاحظوا أبنائي ماذا سوف يحدث؟ تبدأ أو ينتج لنا عفوا ناقص X في أسية X هذه هي مشتقة هذه هي G فتحة لX وجدناها أن تصعينا ناقص X في أسية X الآن نأتي إلى إشارتها يعني نقطب هنا إشارة ماذا؟ إشارة G فتحة لX هنا أبنائي لو نلاحظ جيدا هي من إشارة لاحظوا أبنائي من إشارة ماذا؟ لو نلاحظ جيدا أن الأسية مهما كانت هي قيمة موجبة تماما يعني حتى ولو كانت أسية ناقص X هذه أبنائي قيمة موجبة حذر من هذه الأشياء حتى ولو كانت أسية هكذا أسية أف لX مع احترام مجموعة التعريف لبدال لا أف هنا كذلك تكون أكبر من السفر معناها الأسية دائما قيمة كيف هي قيمة موجبة لأنه أ هو 2.71 معناها المسؤول هنا على إشارة المشتقة هو هذه القيمة يعني من إشارة ناقص X أما الأسية قيمة موجبة نأتي الآن ونقول ناقص X لو نجعلها تساوي السفر يصبح X كم يساوي أبنائي كثير منكم يقول يساوي ناقص 1 لا يساوي سفر على ناقص 1 وتساوي لنا السفر إذن المشتقة نعدم عند السفر وحقيقة لو نعوذ سفر في هذه العبارة سوف تعطي لكم سفر الآن نأتي إلى جدول ماذا؟ جدول الإشارة ننتبه جيدا أبنائي بنقطة بنقطة إذن لاحظوا نأتي إلى جدول إشارة المشتقة إذن بعد ما أكملنا مع حساب المشتقة نتابع جيدا أبنائي إذن سوف نقوم برسم جدول بسيط من خلاله نتعلم كل شيء نتابع جيدا أبنائي هكذا ودائما يجعل العمله منظم حتى لا تخطيط عليكم الأمور لاحظوا أبنائي هكذا ثم هكذا إذن ننطلق عندنا قلنا نلاحظوا هكذا إذن نكتب هنا إكس من ناقص ما لنهاية إلى ماذا؟ إلى الزائد ما لنهاية عندنا من هو قلنا المسؤول عن المشتقة؟ هو الناقص إكس ينعادم عنده الصفر هنا هكذا هنا نفس نفس يا أبنائي لاحظوا نفس أفوا عكس عفوا عكس يعني ها هو الآ كيف هو سالب عكسه موجب وهنا تقول القاعدة نفس نفس القيمة المضربة في الإكس هنا تصبح لنا ماذا؟ تصبح جي فتحة لإكس جي فتحة لإكس تبقى دائما أنها تنعادم عند ماذا؟ عند الصفر هنا زائد كما وجدناها وهنا الناقص ماذا يمكن أن نقول؟ نقول من جدول تغيير نقول من جدول الإشاء نقول الدالة جي كيف هي؟ متزايدة لاحظوا يعني زائد متزايدة على المجال ما هو المجال أبنائي من ناقص ملا نهاية إلى الصفر هكذا والدالة ماذا الدالة؟ الدالة جي متناقصة كيف هي أبنائي؟ متناقصة على المجال من الصفر إلى الزائد ملا نهاية هكذا أبنائي هذه هي تغيرات الدالة يعني هذه الجملة عليك أن تذكرها يعني الدالة متزايدة والدالة متناقصة في المجال المعين الآن بعد ما أكملنا مع هذا الشيء جاء دور ما هو شكل جدول تغيراتها نأتي الآن إلى جدول تغيرات نتابع جيدا ابنائي لو نأتي الآن إلى جدول تغيرات هنا ماذا نكتب قلنا نكتب هنا X من ناقص مال نهاية إلى زائد مال نهاية هكذا نتابع عندنا قلنا المشتقل هي ماذا نكتب هنا G فتحة لاحظوا G فتحة لX ثم عندنا تنعدم قلنا عند الصفر راكزوا أبنائي هكذا أبنائي معناه هذا الصفر الذي يضع منه تعديم المشتقى معناه هنا زائد وهنا ناقص وهنا نأتي إلى الجهة الأخرى اللي هي جيلي X لها عبارة الدلة متى لاحظوا نقول كلمة متى زائدة معناه هكذا لاحظوا أبنائي ومتناقصة نتبع الناقص إذا وجدنا ناقص معناه متناقصة هكذا أبنائي لاحظوا كما أوضح هنا عندنا النهايات لو تتذكرون وجدناها عند النقص مال نهاية لو تتذكرون وجدناها أنها تساوي لنا ماذا ماذا وجدناها تساوي لنا الواحد عفوا وجدناها تساوي الواحد وعند الزائد من لو تتذكروا وجدناها ناقص مال نهاية وهنا أبنائي علينا أن نحسب جيلي ليس الأف جيلي سفر جيلي سفر معناه نأتي إلى عبارة الدلة جي ونعوذ بماذا بالقيمة سفر تعالوا نعوذ هنا سفر وهنا سفر وهنا سفر ماذا تعطي لكم أبنائي ركزوا تصبح لكم واحد زائد لاحظ واحد في أسية لأن السفر يذهب في أسية السفر عليكم أن تعلموا أن أسية السفر هي قيمة مشهورة اللي هي الواحد لأن كل عدد قوى سفر يساوي الواحد ما عادل صفر قوى السفر فقط يساوي السفر هنا كم تعطي لكم تعطي لنا إذن هذه واحد تصبح كليا هذه القيمة كم واحد واحد زائد واحد وهي اثنان نكتب هنا أبنائي القيمة اثناني بكل بساطة هذا هو ماذا جدول تغيرات الدالة ما هي الدالة الدالة جي لكن هذا الجدول أبنائي سوف نحتاجه في السؤال الذي بعده نتابع جيدا أبنائي كيف إذن عندنا السؤال الذي بعده إذن ها هو الجدول التغيرات نتركه يتبعنا لأنه سوف يساعدنا في الإجابة على هذا السؤال الثاني السؤال الثاني قال بين أن المعادلة جيلي إكس تساوي السفر تقبل حلا وحيدا ألفا في المجال من 1.27 إلى 1.28 نأتي الآن إلى هنا إلى جدول التغيرات ونلاحظ ماذا الدالة كيف هي في هذا المجال الأبنائي ركزوا فقط لاحظوا هكذا سوف أوضح المجال قال هو من 1. يعني هنا 1 نكتبها بلون المغير حتى تتضح نكتب هنا 1.27 و1.28 لاحظوا هنا الصورة ماذا كم تصبح أبنائي هنا لو نلاحظ إذن وهنا كذلك أبنائي تصبح ماذا صورتها هذه لو نلاحظ جيدا تصبح صورتها هي جيلي لاحظوا جيلي ماذا 1.27 وهنا جيلي ركزوا فقط جيلي 1.28 يعني الألفا يريد أن نقول أن الألفا هنا لما تأتي إلى العبارة تجعلها يا أبنائي سفرة لأن لاحظوا جيلي ألفا هنا كما أوضحت تساوي السفرة يعني صورة الألفا بهذه الدلة هي السفرة ركزوا لو نلاحظ جيدا إلى الدلة هذه أولا كيف هي في المجال الذي ذكر من هنا إلى هنا نقول بما أن لاحظوا بما أن الدلة جيلي كيف هي في هذه المجالة نلاحظها كما أوضح هنا باللون الأسود إنها مستمرة أولا مستمرة وماذا ومتناقصة لاحظوا إنها ناقص يعني ها هي أمامك التنقص لاحظوا ومعرفة أكيد مجموعة التعريف أكيد إذن لكن المجال الذي نتحدث فيه ليس من هنا إلى هنا إنما نتحدث عن المجال الذي أعطي لنا له من 1.27 إلى 1.28 فقط وماذا لو نلاحظ جيدا إلى السفر ها هو أمامكم أبناء يركزوا ها هو السفر القيم التي تكون من هنا كيف هي أكيد سوف تكون مجابة يعني جيلي 1 و جيلي 1.27 أكيد سوف تكون قيمة مجابة نقول وبما أن ماذا جيلي 1.27 قيمة أكيد هي مجابة حتى ولو نحسبها بالألة الحسيبة لماذا لأنها تقع فوقها لاحظوا ها هو ثم جيلي لاحظوا جيلي 1.28 تقع تحت السفر بالنسبة إلى هنا معنى هو جيلي 1.28 أقل من السفر أو يمكن حساب ذلك بماذا بالألة الحسيبة اللي هي جيلي 1.27 ونأتي إلى الدالة ونعوذ في كل مكان وهنا 1.27 وهنا أسية 1.27 أكيد سوف تجدون بالآلة الحسيبة سوف تجدون قيمة مجابة أنا كيف عرفتها لأن الدالة متناقصة والدالة إذا كانت متناقصة الصور تعكس من كان أكبر يصبح أسغر ومن كان أسغر يصبح أكبر هنا نقول ماذا حسبة نقول حسبة مبرهنة هكذا مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة جملة لغوية المعادلة ما هي جيلي إكس تساوي السفر تقبل ماذا حلا وحيدا اسمه ماذا اسمه آلفة حيث الآلفة يا أبنائي محصور ما بين 1.28 و 1.27 فقط هذه البساطة فقط يعني هنا لما تجدوا هذا السؤال تذكروا كلمة مبرهنة القيم المتوسطة التي تطلب الاستمرارية زائد الرتبة يعني إما متزايدة أو متنقصة أكيد مجموعة التعريف لا يجب أن تكون معرفة هنا معناه من هذا السؤال معناه نستنتج أن جيلي آلفة تساوي السفر يعني الذي يعدم هذه العبارة يا أبنائي الذي يعدمها هو الألفة لأنها تسبح هنا تساوي السفر معناها الـ يسبح يساوي الألفة حتى نتتوضح هذه الأمور الآن بعد ما أكملنا مع هذا السؤال نأتي إلى السؤال عين إشارة جيلي إكس على R إذن هنا ما علينا إلا كتابة هنا إكس من ناقص ما لا نهاية لاحظوا إلى الزائد ما لا نهاية وهنا نكتب جيلي إكس ركزوا الآن أين تنعدم الجيلي إكس ركزوا فقط تنعدم الجيلي إكس ليس المشتقة قلت الجيلي إكس لاحظوا الجيلي إس قلنا تساوي السفر إذا كان إكس كم آلفة يعني ركزوا أبنائي من جدول تغييرات سوف تلاحظون شيئا آخر لاحظوا جيدا قلنا أن الآلفة هنا الآلفة إذا جاء و أصبح هنا صورته السفر ركزوا هنا القيم التي تكون هنا تحت السفر كيف تكون أكيد سوف تكون قيم سالبة يعني هنا نكتب ناقص ثم لاحظوا من هنا واحد الواحد إذا كل القيم التي فوق الواحد كيف هي يلاحظوا مجابة مجابة إلى الاثنان مجابة ثم تنزل مجابة مجابة لأنها تقع فوق السفر تصبح مجابة معناه زائد هذا هو يا أبنائي جدول أو إشارة الجيل إكس أنها من هنا إلى هنا تكون مجابة وهنا تنعدم ومن هنا إلى هنا تكون سالبة بهذه البساطة المطلقة فقط أبنائي الآن بعد ما أكملنا مع هذا السؤال نأتي إلى السؤال الآخر نتابع جيداً لو طلب مننا أن نقوم بماذا؟ برسمي ركزوا برسمي منحنة هذه الدالة لو نلاحظ جيداً أبنائي ونقوم الآن بجلب معنا جدول التغيرات بالرغم هو يعني سوف نقوم بتوضيح فقط لاحظوا جيداً ها هو منحنة البياني ها هو المنحنة البياني يقول أحدكم يا أستاذ كيف ظهر ذلك؟ نلاحظ أن نقلنا أن هذا مستقيم مقارب لهو إيجراج يساوي الواحد مستقيم مقارب كيف هو أفقي؟ ها هو أمامكم لاحظوا المنحنة كيف يظهر ها هي الآن تصبح تتزايد ركزوا ها هي الآن تصبح بالقرب من هذا من قرب من هذا وفوقه لاحظوا ها هو يزيد سوف أوضح هنا هنا أبنائي هكذا ها هو يصبح يزيد يسعد كان بالقرب ثم يصل إلى تلك القيمة الحدية العظمى لهي الإثنان ثم يصبح ينزل إلا أنه هنا يلتقي في هذه القيمة اللي هي جل واحد ثم ينزل ها كذا نحو ماذا؟ نحو الناقص مالانهية للإيجراج هنا بجوار ماذا؟ بجوار زيد مالانهية يكون ناقص مالانهية لأنه فرع ها كذا أبنائي يكون فرع مكافئ باتجاه ماذا؟ باتجاه محور الترتيب لهو باتجاه ناقص مالانهية هذه هكذا ولاحظوا يعني هنا يظهر أمامكم لاحظوا هنا كان بالقرب هكذا لاحظوا كيف حدث أوضع عليكم بهذه البساطة فقدبنا الآن بعد ما أكملنا مع هذا السؤال اللي هو السؤال المنحنى وهذا يمكننا أن نكتبه هنا إجراج بالسعوي الواحد فقط وها هي نظرية قيمة وسط عن الألفة محصور هنا هنا الألفة يكون محصور ما بين هذه القيمتين اللي هي 1.27 و 1.28 ثم نكمل أنا ابنائي بعد ما أكملنا مع هذا الجزء نتطرق الآن إلى الثاني من التمرين سؤال الأول قال عين نهاية الدلة F على أطراض مجال تعريفها وفسر نتائج هندسيا أولا مجموعة التعريف أعطيت لنا في نص التمرين أن ماذا دي أف تساوي لنا كل الأعداد الحقيقة اللي هي R وتساوي لنا من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية هذا الأول قال أولا نحسب النهاية سنقوم بحساب النهايات إذن نقول للميت لاحظوا F لX لما X في الأول يقول إلى الناقص ما لا نهاية تصبح تساوي نحن نعلم قلنا في الأول ذكرت أنه قلت لميت ماذا أسية X لما X يقول إلى الناقص ما لا نهاية قلنا أنها تساوي هذا الشرط الأول إذن ما معناه معناه تصبح لنا ماذا تصبح لميت X على أسية X زائد واحد لاحظوا زائد اثنان أبنائي هكذا لما X يقول إلى الناقص ما لا نهاية لكن هنا لو نلاحظ جيدا لاحظوا إلى هذه النهاية كم تكون قلنا حسب قانون هذا لاحظوا تصبح كم سفر يعني تصبح سفر لما نعوض هنا تصبح عندنا إذن قلت هنا معناه في هذا المكان أبنائي تصبح النهاية كم سفر إذن تعالوا ما علينا إلا أن نأخذ نهاية هذا الجزء كم تكون عند الناقص ما لا نهاية تصبح ناقص ما لا نهاية على الواحد له ناقص ما لا نهاية يعني مجرد تعويض فقط بالرغم هي المالة لا تعوض حتى تقريبنا بفهم إذن تعطينا ناقص ما لا نهاية بهذه البسطة فقط ابنائي الآن نأتي عند الزائد ما لا نهاية عند الزائد ما لا نهاية نقول هكذا كذلك نقول لميت إكس على قصية إكس زائد واحد زائد اثناني هكذا أبنائي لما الإكس يقول إلى الزائد ما لا نهاية لكن هنا لو نلاحظ جيدا ونركز قلت من قبل أنه يوجد لنا نهاية شهرة لتتقل لميت لاحظوا قصية إكس على إكس قوة آن لما الإكس يقول إلى الزائد ما لا نهاية قلنا هل نتساوي لنا زائد ما لا نهاية معناه لو تقلب هذه النهاية معنى تصبح هكذا ليميت إكس قوة آن على أسية الإكس هكذا لما الإكس يقول إلى المالة نهاية أكيد سوف تعطي لكم صفرة يعني تقلب مقلوب يعني تصبح صفر بهذه البسطة فقط إذن ولتبرير ذلك يعني لو نقلب هذا نأتي بهذا ونجعله هنا تصبح ماذا تصبح إكس قوة آن وهنا تصبح الواحد يعني واحد على هذه أعطينا ما لا نهاية واحد على ما لنا صفر يعني للتفسير بياني للتفسير كذلك تصبح ماذا تصبح لنا ليميت نستخرج من البسطة الإكس ومن المقام أسية الإكس لاحظوا ماذا يبقى لنا في الفوق يبقى لنا واحد ركزوا هنا هكذا نجعل هكذا لأن على ماذا على واحد زائد واحد على أسية الإكس هكذا أبنائي زائد الإثنان الإثنان لا يحدث الشيء لما الإكس يقول إلى الزائد ما لا نهاية لاحظوا الآن أبنائي ماذا سوف ينتج الأمر الذي سوف ينتج أنه هذه قلناها كم تصبح هذه تعطي لكم السفر لأنها واحد على الماناية سفر وهذه تعطي لنا كم تعطي لنا السفر تصبح سفر لاحظوا في واحد أنه يبقى هنا الواحد فقط لاحظوا سفر في واحد هو السفر يبقى لنا العدد ماذا يبقى لنا العدد إثنان فقط أعيد ربما لم تفهموا هنا قلنا كم سعيدة مقلوب تعطي لنا السفر بما أن السفر وهنا كذلك واحد على الماناية في المقام السفر يبقى لكم ماذا يبقى لنا هذا يبقى واحد واحد في السفر سفر إذن كليا هذه تذهب إلى السفر يبقى لنا الإثنان التفسير البياني لهذه النهاية هو إيغراج يساوي إثنان مستقيم مقارب كيف هو أفقي أو موازي لمحور الفواصل بهذه البساطة الآن بعدما أكملنا مع النهايات إذن نأتي الآن إلى شيء آخر تذكروا أن وجدنا عند الزائد ملا نهاية إثنان وعند النقص ملا نهاية نأتي الآن إلى لاحظوا جيدا نأتي الآن إلى بيّن أن المستقيم لاحظوا ما هو المستقيم المستقيم دي ذو المعادلة إيغراج ناقص إكس ناقص إثنان يساوي سيف مستقيم مقارب لسي أف إذن هنا سؤال يعني ببساطة إذن نقول البرهان النا دي مستقيم مقارب كيف هو مائل أكيد هنا يكون بجوار الناقص ملا نهاية لماذا لأن عند الزائد ملا نهاية وجدنا مستقيم مقارب لاحظوا قضية الأمر هنا ما علينا الآن لبرهانة لبرهانة ذلك إلا أنه نقول علينا أنه برهنا لميت أف لإكس ناقص إيغراج لما الإكس يقول إلى النقص ملا نهاية لأنه ليس عند الزائد ملا نهاية يجب هل يعني يجب أن نجدها تسوي السفر أولا لو نأتي إلى العبارة المستقيم أعطيت لنا ليس كما نعهدها يعني لم تعطي لنا إيغراج يسوي ما علينا الآن إلا أبنائي إلا نقل هذا العدد وهذا الآخر إلى الطرف الآخر تصبح إيغراج يسوي لنا إكس ناقص تصبح زائد إثنان معنا هنا نأتي بهذه القيمة أبنائي ونعوضها هنا على ماذا نتحصل نتحصل على ماذا إكس على أسية إكس زائد واحد زائد إثنان لاحظوا ناقص ماذا إكس زائد إثنان هكذا ستتعلم لما الإكس يقول إلى الناقص ماذا نهاية ندخل الناقص تصبح هنا ناقص لاحظوا وهنا ناقص يذهب هذا مع هذا ماذا ينتج أبنائي؟ ينتج تساوي للميت إكس على أسية الإكس زائد واحد ناقص إكس لما الإكس يقول إلى الناقص ماذا نهاية؟ نتابع هنا جيدا أبنائي إذن لكي نتحصل على الصفر تابعوا جيدا ما علينا إلا توحد المقام لاحظوا نكتب هكذا لميت إكس ناقص لاحظوا إكس في نوحد المقام لأن هنا سنوحد المقام لنقص إكس في ماذا؟ في أسية الإكس زائد واحد على هكذا على ماذا؟ على أسية الإكس زائد واحد نتابع هكذا لما الإكس يقول إلى النقص ماذا نهاية؟ نكمل الآن نشر حتى تظهر الأمور تصبح تصبح للميت ماذا؟ لاحظوا أبنائي تصبح هكذا أسية الإكس زائد الواحد وهنا تصبح إكس ناقص إكس أسية الإكس ناقص إكس هكذا يذهب هذا مع هذا والنهاية دائما قلنا عند عفوا عند الناقص مالنهاية لكن تذكروا ماذا قلت؟ قلت في الأول أنه لميت إكس قوة آن في أسية الإكس لما الإكس يؤل إلى النقص مالنها ذكرتها مع الخمسة أنها تساوي السفرة معناه تصبح هذه النهاية يا أبنائي تشبهها تعطي لكم كم؟ سفرة وهنا عند النقص مالنهاية كم؟ تعطي لنا السفرة تصبح سفر على واحد يعني تعطينا سفر على واحد والسفر على الواحد لا يختلف في إثنان أنه يساوي كم؟ يساوي لنا القيمة السفرة ها قد توصلنا إلى هذه القائدة ومنه نقول ومنه ماذا؟ دي مستقيم مقارب مائل بجوار ماذا؟ الناقص مالنها يليس الزيد مالنها لأن الزيد مالنها وجد عندها مستقيم مقارب أفوق الآن بعدما توصلنا إلى البرهنة علينا أن ندرس ماذا؟ ندرس وضعية هذا المستقيم إذن نقول دراسة دراسة وضعية cf بالنسبة إلى المستقيم d مجلسكيل أو منسكيل لهم الوضعية هي ماذا تقول قائدة؟ الوضعية هي دراسة إشارة الفرق بين f لx ناقص y هذه العبارة علينا أن ندرس إشارتها في مجموعة تعرفية جيمة احترامها نحن قلنا أن f لx ناقص y أصبحت لو تلاحظوا هي هذه ثم بعدما وحدنا المقامات ماذا أصبحت؟ أركزوا أصبحت هذه هي أبنائي لماذا؟ لأن هذا اختزل مع هذا أصبحت تساوي لنا ناقص x في أسية x على أسية x زائد واحد إشارة كسر من إشارة البسط في المقام الإشارة ليس الإنعدام لكن الأسية دائما قيمة مجابة ونضف لها الواحد قيمة مجابة يعني المقام كليا لا ينعدم لهذا عرف على أر يعني هذه تصبح أنها مجابة إشارتها فإن إشارة العبارة هذه من إشارة ماذا؟ بما أن المقام لاحظ الأسية دائما مجابة ونضف لها الواحد تبقى مجابة معناه ينتج أن الإشارة هي من إشارة ناقص x في أسية x نجعلها مثلا تساوي السفر لكن قلت لكم أن الأسية مهما كان هي قيمة مجابة تماما يعني هذا مستحيل ينعدم تصبح إشارة من ماذا؟ من ناقص x نجعلها تساوي السفر ومنه x يصبح يساوي سفر على ناقص واحد وتساوينا ماذا؟ تصبح تساوي ناقص يساوينا السفر الآن ما علينا إلا إنجاز أبنائي جدوى المساعد يعني لكي نختصر به الأمور في قضية الوضعية نتابع جيدا إذن عندنا هكذا نرسم هذا الأمر حتى تسهل عليكم الأشياء نتابع جيدا هكذا أبنائي ثم نجعل هكذا تابعوا جيدا يعني حتى يفهم الجميع كيف تتم العملية الوضعية إذن نكتب هنا نكتب هنا x من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا إن كانت معرفة غير معرفة عند قيمة تذكر ثم نأتي إلى العبارة التي تؤثر على الوضعية هي الناقص x نعادم عند السفر هنا زائد وهنا ناقص لأن هنا هنا نفس القيمة المضربة في x وهنا x هنا نأتي إلى الوضعية الوضعية بما أن هكذا أبنائي نقسمها عندما نجد زائد نقول cf يقع فوق ماذا d af فوق d لأن المستقيم هو d af وهنا في السفر والد المعرفة عند السفر نقول cf يقطع ماذا d في هذا السفر وهنا نقول cf يقع تحت المستقيم هو d هذه الوضعية بكل بسطة الآن بعدما أكملنا مع الوضعية يعني زائد فوق الناقص تحت الصفر يقطع إلا إذا كانت الدالة غير معرفة هذا شيء آخر الآن يعني سؤال الرابع بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن العبارة التي نريد أن نبرحنها أن المشتقات الدال f علينا أن نجدها هي هذه لكن لبرهنة هذا الشيء علينا أولا أن ننطلق من المشتقة المشتقة يعني نبدأ بهذه العبارة ونشتق علينا أن نجد هذه العبارة نضاحنا على المقام مربع ننطلق ننطلق على بركة الله ونلاحظ هل نصل أم لا والسؤال بما أنه برهم يجب أن نصل تصبح f فتحة لx تساو عندنا أولا الدالة هنا أصبحت عبارة عن كسر لاحظوا تقول e على v المشتقة تساو أن e فتحة في v ناقص v فتحة في e على v مربع هذه هي القائدة مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع إذن هنا لو نقوم باشتقاء مشتق البسط كم ها هو أمامكم هو x لما نشتقه هو الواحد في المقام ليس في مشتق المقام ناقص مشتق المقام الواحد سفر والأسية قلنا لما نشتقها تبقى لنا هي الأسية في هكذا نغس في البسط على المقام لاحظوا على المقام مربع لم أفعل شيء إلا ما هو موجود فقط في الرياضية إذن نجعل هنا خط كسر هكذا حتى تكون الأمور منظمة ونكتب هنا f فتحة لx تساوي المقام نتركه كما هو اللي هو أسية x زائد واحد الكل مربع لا نخلط فيه نبقى في البسط نأتي إلى البسط ونبدأ بعملية النشر لاحظوا تصبح ماذا تصبح أسية x زائد واحد ندخل هنا ناقص لاحظوا x في أسية الـ x نستخرج الأسية منها تصبح واحد زائد ماذا واحد ناقص الـ x في أسية الـ x يقول أحدكم لماذا لأن هنا عندنا الواحد وهنا عندنا ناقص x استخرجوا ماذا يبقى استخرجوا من هنا ومن هنا أكد يبقى واحد ناقص x هذه العبارة لو تلاحظونها جيدا وتحدقون فيها ها هي قيمتها إذن نكتب هنا تساوي واحد زائد واحد ناقص x في أسية الـ x وتساوي جي الـ x على أسية الـ x زائد واحد الكل مربع ها هو الجوال بهذه البساطة المطلقة فقط قد وصلنا إلى ماذا إلى العبارة التي طلب منها أن نصل إليها الآن نأتي إلى السؤال الذي بعده متابع جيدا بعد السؤال الرابع نأتي إلى الخامس هذا سؤال كذلك مهم جدا قال بيّن أن لاحظوا بيّن أن f لألفا تساوي ألفا زائد واحد هنا لو نأتي أولا نأتي إلى عبارة الدلة f ها هي أمامكم تصبح كذا f لألفا تساوي ماذا ألفا على يسية الألفا زائد واحد زائد اثنان لكن لو نلاحظ إلى العبارة فيها إشكال أنه هنا لا يوجد أصلا الأسية وهنا يوجد مشكلة وهو مشكلة الأسية ألفا يعني مهما كان كيف نتخلص من ذلك لما تجد هذا السؤال في الدلة الأسية واللغة الاتمية وتجدون أن يوجد اللان في العبارة وهو شيء الذي طلب منك أن تصل إليه لا يوجد فيه الأسية ولا يوجد فيه اللان يعني اللغة الاتمية هنا تذكروا شيء أين ورد قيمة الألفا ورد في الدلة جي في الجزء الأول وماذا قلنا عن الألفا لما يكون في بطن الجي يكون هنا قلنا أنه يجعلها تساوي السفر هذا نقول من السؤال من الجواب السابق لاحظوا في الجزء الأول في الجزء الأول لدينا ماذا لدينا جي لألفا تساوي السفر ركزوا ما معنى جي لألفا تساوي السفر معنى لما نعوذ هنا بألفا وهنا بألفا وهنا بألفا تصبح هذه يبارة تساوي السفر ما معنى معنى تصبح واحد زائد واحد ناقص ألفا في أسية الألفا تساوي السفر ما علينا إلا إتيان هذه الأسية إيجاد عبارتها تصبح ماذا؟ ركزوا أرجوكم لو ننقل هذا إلى هذا الطرف ماذا ينتج ابنائي؟ أكيد سوف ينتج 1 ناقص ألفا في أسية الألفا تساوي ناقص 1 بقي لنا الأسية ماذا تساوي بما أنها هي الفي تصبح أسية الألفا تساوي ناقص 1 على 1 ناقص ألفا نأتي بهذه القيمة التي وجدناها ونعوضها هنا نتخلص من هذا الإشكال بهذه الطريقة معناه ماذا تصبح لنا العبارة؟ أركزوا أرجوكم أبنائي حتى تعلموا أكيد سوف تصبح لنا العبارة هكذا تصبح أف لألفا تساوي ألفا على ناقص واحد على واحد ناقص ألفا لاحظوا هنا زائد واحد وهنا زائد اثنان أولا ما علينا إلى التفكير في ماذا؟ في توحيد المقام كي نتخلص من هذه الأشياء كلياً تابع تصبح أف لألفا نجعل خط كسر هكذا حتى لا تخطيط عن الأمور تصبح ألفا ونأتي ونضع خط كسر هنا حتى تكون الأمور منظرة بلون آخر تصبح ماذا أبنائي؟ تصبح ناقص واحد هذا كين واحد لون مقام هذا لاجينا أن نضرب هذا في هذا تصبح ماذا؟ زائد واحد ناقص ألفا هكذا لأنه مضربة في أكيد في واحد على واحد ناقص ألفا ركزوا زائد كذلك هنا نترك الاثنان كما هي ثم نكمل العمل تصبح أف لألفا تساوي نضح ذو أبنائي نأتي كذلك بخط الكسر الثاني حتى لا تخطيط عن الأمور هكذا يبقى لنا ألفا وهنا ماذا يحدث لنا؟ نكمل تصبح ناقص ألفا ركزوا زائد ناقص واحد زائد واحد ناقص ألفا على واحد ناقص ألفا وهنا زائد إثنان نلاحظوا أبنائي ماذا سوف يحدث؟ يبقى لنا ماذا؟ يبقى لنا أف لألفا يساوي نضع خط كسر هكذا ألفا وهنا نضع كذلك خط الكسر ليس على الخط الكسر إنما تحت تصبح تساوي ناقص ألفا على واحد ناقص ألفا وهنا زائد إثنان ركزوا أرجوكم حتى التعلم علينا أن نجد ألفا زائد واحد هنا تصبح أف لألفا تساوي كسر هذا كسر في الأصل على واحد على كسر أنه هذا يبقى وهذا ينقل تصبح ألفا في ماذا؟ في واحد ناقص ألفا على ناقص ألفا وهنا زائد إثنان لأن هذا قلت أكرر من خصائص أنه هذا يبقى وهذا ينقلب لما ينقلب لاحظوا ماذا يحدث لاحظوا ماذا بقي لنا بقي لنا أف لألفا تساوي ماذا؟ واحد ناقص ألفا على ناقص واحد زائد إثنان هذا الناقص الموجود في الكسر في المقام نجعله هنا على خط الكسر تصبح ندخله يعني نجعله هنا يعني ندخله على هذه العبارة تصبح ناقص واحد زائد ألفا لأنه يدخل الناقص في المقام يدخل على البسط زائد ماذا؟ زائد إثنان وتصبح تساوينا ألفا لاحظوا هذا مع هذا زائد واحد وهو المطلوب لهو آف لألفا بهذه البساطة يا أبني فقط إذن هنا لكي تتخلصوا أول شيء فكروا فيه يعني هذه الأسئلة ربما تردوا ستجدونها كثيرا في الدواء الأسية ولغريتمية أول شيء فكروا من هي أم الألفا عموما تكون هي في الجزء الأول من التمرير اللي هو في الدلاجي قولوا أن جي لألفا أولا يساوي السفر وتخلص من السية لما تتخلص منها تلك القيمة التي تجدونها تعوضها هنا مباشرة كما هنا وجدنا هذه القيمة عوضناها في هذا المكان بهذه البساطة فقط الآن نأتي إلى الجزء الذي بعده قال لاحظوا نتابع قال شكل جدول تغيرات دلاث هنا لتشكيل جدول تغيرات دلاث ماذا وجدنا؟ وجدناها كذا لاحظوا وجدنا أنه فتحة لأكس تساوي جي لأكس على السية لأكس زائد واحد للكل مربع إذن هنا ماذا يمكن أن نقول؟ نقول إشارة فتحة لأكس من إشارة جي لأكس من إشارة ليس الدل جي لأكس يعني عبارتها عبارة لأن الدلاث دلاث في الأصل وأنها متزيدة ومتغيرتها يعني هنا لو نلاحظ ونعود ونعود إلى الجزء الأول من التمرين لاحظوا ماذا وجدنا حتى أذكركم فقط ها هو هذا السؤال ها هو أمامكم أبني سوف نعود به لاحظوا لاحظوا أبني هنا سوف نأتي به هنا ها هو جدول إشارة الجي إذن من هنا إلى هنا دل متزيدة وهنا قيمة حدية وهنا متنقصة نقول نكتب الدل F متزيدة على المجل ما هو؟ من المجل من ناقص ما لا نهاية F1 مفتوح من ناقص ما لا نهاية إلى الألفا ودل F متناقصة على المجل ما هو المجل أبني من الألفا إلى الزايد ما لا نهاية بهذه البساطة بهذه البساطة بهذه البساطة معناه لما نأتي ونقوم بعملية نكتب هنا X ناقص ما لا نهاية هنا زائد ما لا نهاية F فتحة لـ X قلنا F من إشارة هذه القيمة تصبح فتحة F1 فتحة لـ X تصبح تنعدم قلنا عند الألفا هنا هكذا هنا نا زائد وهنا ناقص وهنا نكتب F لـ X اللي هي الصور نبدأ هنا بأبسط طريقة أبنائي اللي هي زائد معناه نصعد ناقص معناه هنا منزل فقط هكذا نقوم الآن بعملية الملأة وجدنا عند الناقص ما لا نهاية ماذا؟ نهاية وجدنا ناقص ما لا نهاية دائما نستعمل القراز يعني اكتبوا الحل حتى تتذكروا وعند ماذا عند الواحد عند الزايد ما لا نهاية وجدنا كم؟ لاحظوا أنه وجدنا ماذا؟ الاثنان هكذا هنا كم عندنا هي الـ F لألفا ثم بعدها سوف نقوم بحصرها F لألفا قيمة حدية عظم يعني ذروة هذا هو جدول ماذا تغيرات الدلاء F نأتي الآن بعد إكمال جدول التغيرات نأتي أن نبين أن المعادلة إذا لم أعطي لنا هذا السؤال ما علينا إلا جلب جدول تغيرات الدلاء F معنا حتى يحلنا هذا الإشكال نلاحظوا هنا أبنائي قال بيّن أن المعادلة أف لإكس تساوي السفر تقبل حلا وحيدا بيطا حيث البيطا لاحظوا محصور ما بين الناقص ثلاثة والناقص إثنان يعني لو نأتي هنا إلى تكبير الجدول حتى تظهر لكم الأمور هكذا لاحظوا لو نأتي ونقول لاحظوا الألفا البيطا قال لك محصور قال محصور ما بين إذن بيطا ها هي يريدها أن تكون محصورة ما بين ماذا ما بين الناقص ثلاثة ها كذا وما بين الناقص إثنان ها كذا لأن الألفا قيمة مجبع تذكروا ذلك وأن هذا البيطا لما ينزل إلى هنا تصبح F تساوي كم السفر ها هي أمامكم يعني وهذا السؤال دائما تعلمون أن Fx تساوي السفر بيانيا هو نقاط تقاطع مع محور الفواصل المنحني مع محور الفواصل نقول ماذا نقول بما أن الدالة F كيف هي لاحظوا لاحظوا إنها متزيدة في هذا المجال فقط لا تتحدث عن كل مجال الدالة F متزيدة وماذا ومستمرة على المجال ما هو المجال الأبنائي المجال أكيد هو من ناقص ثلاثة إلى ناقص إثنان مفتوح هكذا ونذهب ونلاحظ لاحظوا ها هو صفر إذن هذه القيمة أكيد تقع تحت ماذا تحت الصفر لاحظوا ها هي تقع تحت الصفر يعني F لناقص ثلاثة أكيد سوف تكون أقل من الصفر ولاحظوا ناقص إثنان تقع ها هو الصفر لاحظوا ها هو الصفر تقع فوقه لأن هذه القيمة تكون مجابة إذن هي تكون إذن هنا القيمة السليبة صفر ناقص سفر أو ما أشبه ذلك المهم تجدنا قيمة سليبة وعندما تعوضون بالناقص إثنان تعوضون هنا بنقص إثنان وهنا بنقص إثنان وهنا عندنا إثنان أحيث الدلاء سوف تجدون القيمة مجابة مهما كان عوضوا بالدلاء الحاسبة سوف تجدون ذلك هنا يعني ماذا نقول حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة أفلي إكس أفلي إكس تساوي السفر تقبل حلا وحيدا اسمه ماذا بيطا حيث هذا البطا يا أبنائي محصور ما بين الناقص إثنان والناقص ثلاثة في هذه البسطة يعني يقع هنا في هذا المكان الذي أشيري ليه هكذا أبنائي قد تعلمنا كيفية يعني برهن هذا السؤال نأتي الآن إلى الذي بعده قال أنشئ إذن الآن لما نأتي إلى الرسم أبنائي نتابع جيدا قد قد حسبنا أفلي ناقص ثلاثة لاحظوا وجدناها ناقص سف فاصل خمسة وثمانون يعني هذه التي تهدثت عليها في نظرية القيم المتوسطة ها هي أمكم قلت لكم هذا يجب أن يكون سالب وهذا مجب ها هي القيم أمامكم يعني عودت بالألة الحسيبة وعندنا كذلك أفلي ناقص ثلاثة هي ناقص سفر فاصل ثلاثة وعشرون وعندنا حصر أفلي ألفا كيف عندنا الألفا أحصر ما بين الواحد ثمانية وعشرون والواحد سبعة وعشرون نضيف واحد إلى كل طرف من المتبينة تصبح واحد ألفا زايد واحد وهي افلي ألفا محصر بين اثنان فاصل ثمانية وعشرون واثنان فاصل سبعة وعشرون إذن أولا نأتي إلى آفلي آلفا أولا الآلفا أين محصورة لاحظوا الآلفا محصورة يا أبنائي قلنا ما بين الواحد سبعة وعشرون والواحد ثمانية وعشرون واحد سبعة وعشرون وواحد ثمانية وعشرون نجعلها هنا بالتقريب لاحظوا هكذا أركزوا فقط مع ماذا؟ مع آفلي آلفا اثنان فاصل سبعة وعشرون هنا اثنان فاصل هنا نجعلها في هذا المكان أبناء لاحظوا هكذا بالتقريب يعني بالتقريب هذه ها هي هنا الألفا وهنا الأف لألفا هذا الأمر الأول إذن الألفا هي بين 1.27 و 1.28 أف لألفا أضفنا لها 1 لكل الطرف أصبحت 2.282 عندنا المستقيمات المقاربة كذلك لاحظوا هي ماذا؟ هي Y يساوي 2 هذا الأمر الأول Y يساوي 2 هو مستقيم مقارب كيف هو؟ أفقي سوف نقوم بجلب مستقيم مقارب أفقي ها هو أمامكم لاحظوا أبناء ها هو المستقيم سوف نوضح النقطة ها هي عندنا مستقيم مقارب مائل ما هو معدلته؟ معدلته هي Y يساوي لنا X زايد 2 هنا نستعمل مثلا الجدول المساعد لرسمه هنا X وهنا Y إذا أعطينا لهذا الصفر يصبح الآخر إثنان إذا أعطينا لهذا مثلا ماذا نعطي له واحد يصبح الآخر ثلاثة إذا النقطة الأولى إذا سميناها صفر إثنان والنقطة B الـ X لديها واحد والإقلاق ثلاثة نأتي الآن إلى تعين هذه النقاط ها هي الصفر ها هي الصفر إثنان وواحد مع ماذا؟ مع الثلاثة ها هي تلك النقطة ونقوم بجلب المستقيم ونقوم بوضعه هنا لاحظوا أبنائي ها هو المستقيم سوف نقلبه ها كذا ونأتي به كما تلاحظون هنا لاحظوا ها هو المستقيم يشمل تلك النقطة هذا إلى أن نسميه يسوي إثنان وهذا المستقيم أعطي لنا اسمه لهو الـ D هذه يعني البساطة عفوا عفوا هنا لاحظوا المستقيم يكون عفوا المستقيم قلت يكون عند الإثنان هنا ها كذا الآن نبدأ بالرسم لاحظوا من جدول تغيرت جدول تغيرت هو أصل الرسم هنا ماذا قلنا لاحظوا عندنا قيمة حدية ها هي أممكم ها هي أممكم لاحظوا ها يعني حتى تعلموا قيمة حدية نأتي إليها ونجعلها قيمة حدية هكذا عندنا ماذا عندنا نظريت قيمة التوسطة أنها البيطة في هذا المكان محصورة هنا يكون السفر يكون محصورة بين ناقص ثلاثة وناقص إثنان ناقص ثلاثة وناقص إثنان تكون في هذا المكان لاحظوا هنا الـ x عند ماذا؟ عند النقص ماذا؟ يعني يكون من هذا الجهة الـ y يكون بالنقص ماذا؟ لكن بالقربي قلنا أنه يكون بماذا؟ بالقربي عندنا كذلك علينا أن نحسب f لصفر f لصفر تصبح صفر على أسية الصفر زائد واحد زائد اثنان هذه تعطيكم صفر تبقى لنا اثنان إذن f لصفر هي هذه النقطة هي الاثنان يبدأ الآن قلنا لو نأتي الآن كذلك إلى شيء آخر لهو الوضعية وضعية تحدثنا عليها أبنائي ما هي الوضعية؟ سوف نلاحظ الوضعية لاحظوا من هنا فوق ومن هنا تحت وعند الصفر هي f لصفر كما وجدناها الاثنان يقطع حتى تعلموا هذه الأمور إذن هنا يأتي ويصبح هكذا أبنائي لاحظوا يعني أول شيء يمر من هنا هكذا ثم هكذا لاحظوا هكذا هو في الأصل يصعد إلا أنه يعني حتى تقول أمر ثم يذهب نحو ماذا؟ لاحظوا أين يذهب؟ يذهب نحو الـ y يسوي الاثنان لأن هذه الـ y وهذه الـ x هكذا أبنائي وعيد ربما تتعلموا سوف يكون بهذه هكذا لاحظوا كما تلاحظونه هنا باللون الأحمر وهو يعبر على الفصل الصفر الـ y يسوي اثنان ثم يصل إلى قيمة الحدية العظمى ثم يبدأ يقترب إلى y يسوي اثنان ولا يلمسه لأنه مستقيم مقارب كيف هو؟ أفقي بهذه البساطة فقط أبني تعلمنا وهاهو أمامكم هاهو لاحظوا هكذا إلا أنه هناك كان مستقيم مقارب هكذا مائل أصبح هكذا ثم نزل ثم رأى بهب هكذا بهذه البساطة نأتي الآن إلى العنصر الآخر ها هو الناقش بيانيا هذا السؤال كذلك طلب كثير للجهودين وهو المناقشة البيانية في المناقشة البيانية أول شيء أول شيء بما أن أعطيت لكم عبارة غير معروفة لم تطع لكم f لx مباشرة تساوي شيء هنا عليكم أبنائي أول شيء أن هذه العبارة التي أعطيت لكم عليكم أن تصلوا إلى عبارة الدالة تساوي شيء فيه m تساوي شيء فيه m انطلاقا من هذه العبارة ليس عبارة الدالة عبارة الدالة ما عليك إلا تركها أمامك كي تصل إليها فقط نتابع جيدا قلت ننطلق من هنا ما رأيكم أن ننقل هذا الx إلى هذا الطرف ركزوا أمامي كيف يعني هنا كيف تتم العملية لاحظوا أبنائي سوف نقوم بجلب العبارة أمامكم كتسهل عليكم لهم لاحظوا ها هي العبارة ما رأيكم قلت لن ننقل هذا الx إلى هذا الطرف يقول أحدكم لماذا يا أستاذ لأننا لاحظوا هنا في عبارة الدالة عندنا الx ليس النقص إذن تصبح أم أسية الx زائد أم تساوي لاحظوا جيدا لاحظوا جيدا دائما ننظروا إلى هذه العبارة كيف تصل إليها ما رأيكم أن نستخرج الأم عم المشترك أم في أسية الx زائد 1 تساوي x ها هو لو تراحظون المقام بما أن هذه أم في يعني هذا ينقل إلى ماذا إلى المقام تصبح أم يساوي x على ماذا؟ على أسية الx زائد 1 هل وصلنا؟ انظروا جيدا لقد توصلنا إلى هذه القيمة ماذا بقي لنا؟ اثنان نضيف الاثنان لكل طرف ماذا أصبحت هذه العبارة؟ أصبحت فلx تساوي أم زائد 2 ها هو الشيء اللي توصلنا إليه أنا قلت لكم فلx تساوي شيء فيه أم الأم هو هنا أنه أم زائد 2 هو الشيء اللي توصلنا إليه للاحظتم هذا أول شيء عليكم بتعلمه إيجاد عبارة الدلة تساوي شيء في أم هذه النقطة الأولى الآن معناها توصلنا إلى فلx تساوي ماذا؟ أم زائد 2 الآن نبدأ بالحلول متابع جيدا قال هو عدد وإشارة حلول معادلة أولا ما هو التفسير بياني لهذه المعادلة؟ لاحظوا نقول حلول المعادلة فلx تساوي أم زائد 2 هي ماذا؟ لاحظوا هي إليه ذا هي ماذا؟ هي فواصل هي فواصل هي فواصل يعني تقاطع المنحاني والمستقيم دلتا أم سمينة أم لأنه فيها الوسيط أم ذو المعادلة يساوي أم زائد 2 الآن كيف يسير هذا المستقيم؟ هل هو أفقي؟ أم عمودي؟ أم مائل؟ أو كيف؟ أول أبسط شيء نحن نعلم نحن نعلم كل مستقيم يكتب الشكله A زائد ب إذا وجد فيه الإكس فيجد له ميل أما إذا لم يجد له الإكس مثل ما هنا فميله يساوي السفر إذن يكون هذا مهما كان مستقيم مقارب أفقي حتى ولو كانت إيغراج يساوي أف لآم يعني يساوي عبارة الدالة كلين عوضت بآم لكن يبقى مستقيم أفقي لأن ميله لا يجد لنا الميله يكون لما يكون الإكس إذا لم يكون الإكس في المستقيم فاعلموا مهما كان يكون مستقيم مقارب كيف هو أفقي قلتم مستقيم مقارب هو مستقيم أفقي تسمعوني على هذه المفاهدة معنى ماذا ينتج ابنائي؟ يعني فكرة أخرى يقول أحدكم يا أستاذ لو وجدناه مثلا قلنا أم زيد واحدنا كيف أعرفه؟ أعطي قيمة لي أم مثلا سفر أعطي له أنت أصبح إيغراج كم يساوي أعطي له هذا السفر أصبح واحد إيغراج يساوي أحد هو هذا المستقيم كل المستقيمات الآن تأمر مثل هاو أعطي له الآن واحد إيغراج يساوي أثنان هاهو أمامكم إذن هي مستقيمات كيف هي؟ أفقية الآن نأتي بالمستقيم ويبدأ بماذا؟ بعملية السيران تابع جيدا هاهو المستقيم أمامكم لاحظوا هاهو المستقيم ويبدأ بعملية السيران من ماذا ينطلق؟ أكيد سوف ينطلق لأنه إيغراج إيغراج يعني أتي على محور الإيغراج يعني ينطلق من هنا نقول أم تابعوا أم ينتمي من ماذا؟ في الأول من ناقص ما لنهاية أولاً الأم ينتمي من ناقص ما لنهاية لكن لا تنسوا الشيء عندنا قلنا إيغراج يساوي أم زائد ماذا؟ زائد إثنان معناه الآن ماذا يصبح يساوي؟ يصبح إيغراج لاحظوا ناقص إثنان ننقل هذا إلى هذا الطرف لاحظوا إلى هذه العلاقة دائما ركزوا إليها الآن لأنه وسيط يا أبناء لا يظهر هنا الإيغراج هو الذي يوجد مكانه لأنه عندهم محور خاص به اللي هو محور الإيغراج أما الآن هو وسيط يعني لا يظهر لاحظوا جيداً إذن أولاً يبدأ بالسير كم يقطع المنحاني؟ يقول أحدكم أين يا أستاذ؟ ها هو أمامكم يقطعه ركزوا أبنائي ها هو أمامكم يقطعه في نقطة أسقط على ما هو الفواسل ها هو ما هو الفواسل كم على محور الفواسل يوجد حلاً كيف هو؟ سالب أسقط أستعمل إسقاط ها هو لو يزيد في التنقل لاحظوا سوف أزيد في التنقل كم؟ واحد يوجد خط واحد يعني يقطعه في مكان واحد لاحظوا لاحظوا واحد واحد كيف هو هذا الواحد؟ لاحظوا يعني لو نسقطه دائماً على محور الفواسل كم؟ سالب سوف يكمل هو قال عدد الحلو لم يقل شيء والإشارة لاحظوا إلى غاية ماذا؟ إلى غاية هذا المكان هنا هذا ماذا؟ هذا الإجراج لاحظوا قلت هذا الإجراج يعني الإجراج يكون عند ماذا؟ عند الإثنان ليس الام ركزوا الإجراج لأنه هو الذي ينتقل يكون عند الإثنان معنى أن نعوض هنا الإجراج بإثنان لاحظوا الإجراج قلت قلت نعوضه بماذا؟ بإثنان ماذا تصبح قيمة الام؟ تصبح اام يسوينا اثنان يسوي كم؟ السفرة إذن الام يا أبنائي سوف يكون من ناقص مالا نهاية أكيد لأن الإجراج كذلك لو أعوض هنا بالنقص مالا نهاية تصبح اام ناقص مالا نهاية إلى غاية ماذا؟ إلى غاية السفرة إلى غاية السفرة إلى غاية الصفرة أبنائي مفتوح يقول أحدكم لم أفهم يا أستاذ قلت الـ Y هو الذي يبدأ بالسعود أما الـ M لا يظهر أصلا نحن نأتي إلى العلاقة التي تربط بينهما هي ماذا؟ هي Y يساوي لنا M زائد 2 ومنه M يصبح يساوي لنا Y نقص 2 في هذا المكان الذي وصلنا إليه ليس الـ M هو الذي وصل إنما الـ Y هو المستقيم معناه نأتي بالـ Y وصل إلى 2 الآن نعوذ هنا كم تصبح؟ تصبح إلى السفر أنه لا يظهر كم يجلان من حل؟ نقول نقول للمعادلة حلا وحيدا كيف هو في هذه الحلة؟ حل كيف هو؟ سالبا تقبل حل يعني واحد نهما كان يبقى يقطعه في مرة واحدة ثم هنا الـ Y كم يكون في هذا المكان؟ قلنا الـ Y يكون كم؟ 2 قلنا الآن كم يساوي الـ Y نقص الـ 2 إذن نعوذ هنا هذه القيمة هنا كم تصبح؟ تصبح آم يساوي كم؟ السفر إذن لما يكون الآن يساوي السفر للمعادلة لاحظوا سوف أنقل أمامكم مستقيم هنا هنا الـ Y قلنا كم؟ ها هو أمامكم الـ 2 عوضوا في هذه العلاقة تجدون الـ M كم؟ هو السفر للمعادلة حلا معدوما ها هو أمامكم أسقط على مهو الفواصل سفر الآن نتابع جيدا ها هو الآن المستقيم يبدأ في عملية سعود كذلك أولا ننظر إلى ماذا؟ Y يصبح يتنقل الآن يصبح من ماذا؟ الآن أكيد سوف يصبح من لاحظوا من نفتح كذا من السفر إلى غاية ماذا؟ هنا في هذا المكان قلنا هذه F لـ Alpha إذا كان الـ Y لاحظوا جيدا الـ Y يصبح في هذا المكان F لـ Alpha عوضوا هنا أم كم يصبح؟ أم يصبح F لـ Alpha ناقص 2 يصبح هنا F لـ Alpha ناقص 2 مفتوح هكذا هذه هي قيم الآن دائما أنظروا إلى هذه القاعدة وعوضوا النقطة التي يصل إليها الـ Y أعوضها تجد قيمة الآن الآن لو نلاحظ جيدا ونقوم بالتكبير حتى تظهر لكم الأمور لاحظوا جيدا أبنائي سوف ننزع هذا ربما يكون كبير الحجم ونرسم خط صغير حتى يظهر لكم لاحظوا كم يقطعه من مرة ها هو آمامكم كم يقطعه يا أبنائي ها هي قيمة تقع هنا على محوى الفواصل الموجبة وهو ها هي الأخرى على محوى الفواصل الموجبة إذن من ماذا؟ من هذا المكان إلى غاية هذا المكان يعني هذه المسافة يكون كم من حل؟ يكون للمعادلة نكتب للمعادلة حلان موجبة ها هو حل وها هو حل كذلك لو المستقيم جاء مرة أخرى لاحظوا لاحظوا لو جاء مثلا هنا ها هو حلان لو نقس هنا كذلك ها هو حلان يعني لاحظتم؟ ثم ماذا؟ ثم الآن الإقراج يصل إلى هنا إلى الذروة هنا الإقراج كم يكون؟ يكون قلنا آف لألفا الآن كم يكون؟ أنقصوا دائماً الإثنان تصبح أام كم يكون أبناء؟ يكون يساوي لنا آف لألفا ناقص إثنان دائماً أي قيمة للإقراج أنقصوا منها الإثنان للمعادلة معنى أين يكون؟ يكون في هذا المكان مستقيم في هذا المكان سوف أستعمل لون الآخر حتى يظهر يكون هنا لاحظتم في هذه القيمة الحدية للمعادلة حلاً كيف هو؟ مضاعفاً لأنها قيمة حدية كيف هو؟ موجباً حتى قيمته نعرفه ما هي؟ هي آلفا لأن هذه هي آف لألفا والذي يسقي قلنا هنا ما هو؟ هو الآلفا ثم تنتهي المناقشة لأن بعدها لا توجد أصلاً مستقيمة لحول نقاط تقط لا توجد لاحظوا لو أكمل سيره هنا لا توجد حول يعني تكفي هنا تكفي عندكم عند في هذه القيمة الحدية هنا هذه القيمة الحدية لها الذروة تتوقفوا عن المناقشة لأنها لا توجد الآن بعدها بعدما أكملنا المناقشة البينة وأتمنى قد أعجبتكم أعجبكم شرحها نأتي إلى السؤال الذي بعده قال الثالث نعتبر الدل أش المعرفة بي على أير بي قيمة الدل أف قيمة قولت الدل أف لكن وضعوا لها جد وضعوا لها القيمة المطلقة خارجاً سوف أولاً قال شكل جدول تغيرات الدل أش أولاً نقوم بجلب ماذا؟ بجلب جدول تغيرات الدل أف حتى يظهر لنا كل شيء تابعوا جيداً أبنائي لاحظوا تابعوا جيداً سوف أنا أضعه هنا لكي يساعدنا على ذلك ها هو أمامكم تابعوا أولاً مجموعة التعريف دل لا تبقى كما هي اللي هي إكس من ناقص مالا نهاية إلى غاية الزائد مالا نهاية تابع جيداً إذن هنا أبنائي ما معنى؟ معنى ركزوا أن آش قلنا آش لإكس تساوي القيمة المطلقة لآف لإكس يعني قيم آش لاحظوا آش لإكس يجب أن تكون أكبر أو تساوي السفر لأن تساوي القيمة المطلقة لشيء والقيمة المطلقة دائماً مجابة ما معنى أبنائي؟ معنى نقول لاحظوا جيداً الآش تكون مجابة ليس تماماً إنما مجابة مهما كان هنا كيف أن نفعله؟ أولاً الدلة لو نلاحظ إلى قيم الآف فيها سالب ثم هنا موجب ثم أصبحت موجب لكن ما هو الفاصل؟ لو تتذكروا ذلك الفاصل قلنا هو بيطا بيطا ماذا يجعل عبارة الدلة آف؟ يجعلها تساوي ركز يجعلها تساوي السفر لأننا تحدثنا على هذا في نظرة قيمة التوسطة قلنا أفلي بيطا يساوي السفر تقبل حلاً بحيث بيطا أفلي إكسساوي السفر تقبل حلاً محصور ما بين نقص ثلاثة والنقص إثنان ها هي القيمة تصبح هنا كم سالبة؟ مجابة إذن هذه القيمة كيف هي سالبة؟ وهنا مجابة وهنا مجابة وهنا مجابة يعني كلياً يعني بما أن يعني لاحظوا هذه تبقى كما هي ركزوا ما معنى؟ لاحظوا جيداً نكتب هنا بأبسط طريقة سوف نلاحظ هنا عندنا الآلفة ها هو الآلفة يبقى دائماً أنه يعدم لنا المشتقة ركزوا أرجوكم هنا تبقى لدنا دائماً زائد وهنا ناقص هنا عبارة الآش لإكس ركزوا أبنائي هنا تبقى دائماً قلنا هكذا تبقى لنا هكذا أنها قيمة مجابة وهنا هكذا لكن لاحظوا هنا ها هي البيطة أرجوكم تابعوا ها هي البيطة البيطة تكون قيمها صورتها هي الصفر مهما كان حسبنا ذلك قيمة التوسط هنا قلنا آش عفواً آش لآلفة لأنه ليس الآن مع الآف لأنه مع الآش يعني أمر يبقى كما هو هنا تبقى لنا الاثنان لأنها قيمة مجابة إلا أنه هنا نتابع جيداً ماذا سوف يحدث هنا معناه هذه كيف كانت سالبة لكن قلنا عليها أن تضرب يعني تصبح مجابة يعني تصبح ها كذا ناظيرة تصبح ها كذا أبنائي حتى تبقى مجابة يعني يذهب هذا السالب تصبح كأنما النهاية هنا كم زائد ما لا نهاية يعني تصبح في هذا الفرع هنا ها كذا أبنائي هنا نكتب ماذا نكتب زائد ما لا نهاية أعيد هذه القيمة كلها مجابة يعني لا تحدث شيء أما السالبة بما أن القيمة المطلقة يعني كل القيمة كانت مجابة تبقى لكن السالبة تبدأ كذلك مجابة لأن قيمة مطلقة لناقص تساوي القيمة مطلقة لإكس يعني مهما كانت القيمة السالبة علينا أن نجعلها مجابة يعني يصبح ها كذا ها هو أمامكم لاحظوا وهذه النقطة البيطة اللي هي لا سميناها مثلا نقطة A ذات الحدثية بيطة وصفر هي نقطة زاوية يعني الدالة لا تقبل عندها الاشتقاق بل تقبل يعني تقبل الاشتقاق تقبل نصفي مماسيني تقبل نصفي مماسين إذن هذا هو أولا جدول تغييرات وهو كامل الآن عندنا H فتحة لإكس لاحظوا جدية تصبح هنا ناقص ها هي متناقصة وعندنا كذلك هنا زائد وهنا ناقص بهذه البساطة فقدرنا هنا معناه سوف تكون هذه كذلك هكذا ذادي وإلا كيف تتم هذه العملية هكذا البيطة يصبح كذلك له تأثير في الإشارة الآن بعد ما أكملنا مع هذا الشيء نأتي إلى الرسم الآن للرسم أبنائي لاحظوا سوف نقوم بمسح هذه الأمور كي يتسنى لنا الرسم بطريقة سليمة متابعة جيداً إذا سوف نتخلص من هذا ونقوم بجلب المنهاني المنهاني الأول يعني نصم عليه ها هو المنهاني الأول لاحظوا أبنائي كيف تتم الرسم انطلاقاً من الأول هكذا سوف نقوم إذا هكذا الآن المستقيم الجزء إذن نقول هنا يعني الأولاً كيفية الرسم نقول C-R ينطبق على C-F لما يكون C-F فوق محور الفواصل يعني النقاط التي يكون في قوم حوى الفواصل يكون منطبق عليه هذه النقطة الأولى يعني كيف نرسم نرسم بهذه البسطة نتابع جيداً أبنائي كيف تتم عمل الترسم يعني أين هو محور الفواصل يعني هنا في هذه النقطة اللي هي بيضة إذن من هنا ينطبق عليه يبقى كما هو لاحظوا أبنائي يبقى ها كذا هذا C-R وماذا ويناظر C-H لاحظوا بالنسبة إلى محور الفواصل في النقاط ذات لاحظوا جيداً لاحظوا حتى تفهموا ذات التراتيب السالبة سوف تفهموا يعني الشيء الذي كان فوق محور الفواصل يترك والشيء الذي كان تحت سيناظر بالنسبة إلى محور الفواصل لاحظوا جيداً دائماً يناظر بالنسبة إلى محور الفواصل كيف أولاً نأتي إلى المستقيم نناء عفواً عفواً سامحوني أبني نناظر المستقيم أولاً سوف نناظره تتابعوا كيف نناظره ها هو المستقيم يصبح هكذا عفواً سنقوم ب نقص الحجم هكذا يصبح هكذا نقوم بمناظرته فقط هكذا أبنائي ها هو ناظر إليه لاحظوا ها هو ناظر بالنسبة إلى محور الفواصل ركزوا ثم لاحظوا ثم يبدأوا كيف نتابع يعني جيداً لاحظوا أبنائي إذن سوف أعيد الرسم ها هو إذن قلت هو هذا في الجزء الأول الذي أرسمه ها هو أمامكم الجزء الثاني ها هي النقطة B ها هي النقطة B سوف يناظر إذن سوف أقوم بالتكبير أبنائي حتى تروا هذه النقطة كيف أرسمها إذن هنا ونرسم ها كذا سوف يأتيكم ها كذا يقترب إلى هذا يصبح مستقيم مقارب ها كذا أبنائي وهي النقطة B هي عفوا هي نقطة زاوية ها كذا قلت بالتكبير حتى تروا هذا المستقيم إذا سميناه D فتحة معادلته أبنائي هي Y يناظر يعني يناظر والنقطة قلت B تقبل ماذا تقبل نصفين مماسين ما النصف يأتيكم هنا لاحظوا والنصف الأخر يأتينا من هنا ها كذا بهذه البسطة فقط يعني هذه نقطة زاوية ها قد يعني رسمناه بطريقة بسيطة وانا نعيد يعني بصغير ربما حتى يظهر لاحظوا ها هو الرسم ونقول هذا يسمى C R سوف نلاحظه يعني كليا نلاحظه جيدا ها هو بالبرنامج هذه النقطة التي تحدثت عليها أبنائي وقلت هذه لاحظه هنا عندنا نقطة زاوية في هذا المكان هنا نصف مماس وهنا كذلك نصف مماس آخر سميت نقطة زاوية لأنها تشكل زاوية بين تلك المماسين هذه البساطة أبنائي قد أتمنى أحل هذا التمرين وأتمنى قد أعجبكم الشرحة وزوروا موقعنا اللي هي صفحة وإن وجدت أخطاء فاعذروني لأنه الكامل لله وإن وإن أردتم الاتصال بنا عليكم بزيارة صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار ودمتم في رعاة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته